موسيقى طيب الله وقاتكم مشاهدين بكل خير وهذه المقابلة الخاصة التي تأتيكم معي أنا نادة عبدالسلام وضيفتي فيها المديرة العامة لهيئة المساهمات الاجتماعية في أبو ضبي معا السيدة سلامة العميمي بنرحب حيك معنا سيدة السلام أنا وسهلا يا نادة دعنا نبدأ مع حضرتك بالهيئة نحن نتحدث على التأسيس منذ العام 2019 محاولات للربط ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الغير هادفة للربح لأي مدى قمتم بعملية الجمع بين هذه الجهات السنة تمام أول شي شكرا على الاستطافة أخي نادة وإعطارها الفرصة حق أننا نصلت الضوء على هيئة المساهمات المجتمعية هيئة المساهمات المجتمعية أسست عام 2019 من خلال دائرة تنمية المجتمع هدف الهيئة اليوم رفع نسبة المشاركة والمساهمة من أفراد المجتمع والوقوف على الأولويات والتحديات الاجتماعية الموجودة في الإمارة اليوم نحن مثل ما تفضلتي نعتبر عمل الشراكة أو إطار الشراكة اللي نشتغل عليه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث يعني شيء جدا مهم وأحد عوامل النجاح اليوم مثل ما تكلمنا سابقا أن قد يكون عندنا نفس الهدف ولكن نظرتنا لهذا الهدف تأتي من زوايا مختلفة فبالتالي وجود الهيئة في أن تجمع وجهات النظر هذه اللي هدفها واحد وقد تكون وجهات النظر مختلفة عليها على وجهة نظر متكاملة من كافة القطاعات لتحقيق الأثر المرجو منهم هذه القطاعات الثلاثة لأن الكل يبغي كل أثر إيجابي على أفراد مجتمع الإمارة أعرف من حضرتك حتى الآن كم تبلغ قيمة المساهمات اللي جمعتها لهذه قيمة المساهمات والله الحمد فاقت الـ 500 مليون منذ الإنشاء وتم صرف ما يقارب 323 مليون إلى الآن إلى عام 2023 اليوم الصندوق عنده استراتيجية لدعم القطاعات الرئيسية اللي هو قطاع التعليم قطاع الصحة قطاع البنية التحتية وكذلك قطاع البيئة المشاريع تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه القطاعات اليوم أنا عشان أخلق أثر لابد أن يكون في عندي ناس متخصصين مركزين على الأولويات أو الفئات اللي نحن نبغي نختمهم فهذه المؤسسات تأتي إما من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو حتى القطاع الثالث فالمنفذين لهذه المشاريع هم الشركاء اللي نحن بنين معهم في إطار الشراكة هذه العلاقات القوية لتحقيق الأثر اللي نرجوه على الأفراد طب حريقي ذكرتي التعليم والصحة والبيئة لكن بالتأكيد هناك مشاريع أخرى أو قطاعات أخرى بتنظروا ليها وبتهتموا أنه يتم توفير تمويل أيضا الابتكار على سبيل المثال نعم اللي ذكرتي هذا يقع تحت الخمسة قطاعات الرئيسية يعني مثلا أنت ذكرتي موضوع الابتكار أو البحث العلمي نحن بالشراكة مع دائرة الصحة سوينا مبادرة دعم البحث في المجال الصحي فبالتالي هو يخدم نفس القطاع ولكن هذه المبادرات تختلف بس للعلم أخد ندا إحنا الأول استقبال أن لأي طلب هو الموافقة لأن اليوم مثل ما قتلت الهيئة معنية بالابتكار الاجتماعي فيمكن الطرح قد يكون يأتي من جهة بطريقة معينة وبالتعاون مع هذه الجهة نقدر ندخل هذه المشروع من ضمن مشاريعنا ولكن بالتفاهم على النظرة إلى هذا المشروع ومن أي زاوية نظر له فبالتالي نحن أي مشروعيين نستقبل بروح محبة لأن في النهاية نحن نعرف أن الجميع هدفة تحقيق الأثر الإيجابية على أفراد المشروع وهدفه طبعا أنه يكون في عدد من المستفيدين عدد أو إجمالي عدد المستفيدين حتى الوقت الحالي من التامولات نتحدث على أكثر من 320 مليون درهم بحسب الحريق ذكرتي كم يبلغ عدد المستفيدين؟ فاق عدد المستفيدين منذ إن شاء الهيئة إلى الآن 700 ألف مستفيد من أفراد المجتمع وهذه فئات مختلفة يعني نتكلم عن فئات كبار نتكلم عن أصحاب الهمم نتكلم عن الأحداث نتكلم عن العمال فالفئات مختلفة تحديد الفئات هذه كذلك تأتي من خلال استبيان تقوم به دائرة تنمية المجتمع هذا الاستبيان هو فوت المجتمع فيعطينا نظرة عن المجتمع وجهة نظرة في المشاريع الموجودة أو الأشياء اللي يحبون أنها تكون موجودة على سبيل المثال اليوم الحمد لله الإمارة مركزة كثير على جودة حياة أفراد المجتمع وموضوع الحدائق المجتمعية أو الحدائق اللي موجودة في المناطق السكنية جداً مهم بالنسبة للحكومة وفيه خطة لتنفيذ هذا المشروع لكن لما تيدي القطاع الخاص يقول أنا بسرع وبدعم هذا الموضوع يصير فيه موضوع تنفيذ هذه المشاريع هذا مثلاً أحد الأمثلة اللي الواحد ممكن يأخذه يقول أوكي اليوم والله الحمد الحكومة فاتحة مجال لأفراد المجتمع لدهم مسيرة التنمية الاجتماعية فبالتالي هذا النوع من المشاريع يكون له أثر على أفراد المجتمع وكل جهة ترى عندها هدف معين يعني فيه جهات تحب تدعم التعليم واستمرارية التعليم فيه جهات تحب تدعم أصحاب الدخل المحدود ففيه كل مؤسسة تقريباً تينا لها وجهة نظر وعندها ملف مسؤولية اجتماعية يتمنون من هيئة المساهمات المجتمعية أن تدعمهم في العمل على هذا الملف لكن هل سهل إحداث نوع من أنواع التناغم ما بين الجهات المختلفة للوصول للأهداف اللي حرك بيطارياً في الأخير هو الهدف أن نوصل للمستفدين نعم هل سهل أو طبيعة التحديات اللي ممكن نكون بالمواقه؟ هو شوفي متى ما عرفنا شو الهدف يستوي مثل يعني أنا اليوم أنا وأنتي الهدف واحد ولكن أنت وجهة نظرتك أو طريقتك مختلفة عن وجهات نظري لم دور الهيئة اليوم أنا سمعت مثلا من الطرف الأول وعرفت هما وين يبقون يشتغلون أو وين يبقون يوجهون موضوع المسؤول المجتمعية أروح للطرف الآخر وأشرح له كذلك وجهات النظر وأحاول أن أأيبهم على طاولة وحدة عندنا آلية عمل تسمى العقود الاجتماعية عادة العقود الاجتماعية فيها عدد من المشاركين أو الشركاء لتحقيق هدف محدد فيكون عندك مستثمر اجتماعي يكون عندك المتخصص في المجال يكون عندك الهيئة كدير هذا العقد ويكون عندك كذلك المستفيدين أو المشاقلين عفوا فبالتالي أنت عندك تقريباً خمسة جهات تشتغل مع بعض لتحقيق هدف واحد أنا وجهة نظري متى ما اتفقنا على الهدف سهل جداً الديالوج أن كيف نوصل لهذا الهدف بوجودنا على طاولة وحدة فهذا عمل اشتغلت علي الهيئة لمدة ثلاثة سنين منذ النشأ اللي هي إطار الشركات لابد أن نكون على شركات قوية ولابد أن هاي الشركات تثق فينا إحنا كهيئة بأننا قادرين على إيصالهم إلى الأهداف المرجوة هم شريك تقريباً معنا حتى الآن؟ حالياً عندنا 79 شريك تختلف هذه الشركات من القطاع الحكومي القطاع الخاص وكذلك من قطاع الثالث هل آليات التعاقد لحركة شرطي إليه هل هي مختلفة عن نماذج التعاقد أمام الشركاء مختلفة طبعاتها ولو نعرف مزيد من التفاصيل عنها؟ العقود الاجتماعية هي آلية مبتكرة هي عاقد كوميرشل ولكن الجهات التي تدخل فيه أهدافها تكون مختلفة بعطيتها على سبيل المثال مشروع أطمح كان يعنى بأصحاب الهمم بالذات اللي عندهم الإعاقات الذهنية وتفعيلهم اقتصادياً ويجاد لهم وظائف في مجال العمل طبعاً إحنا اخترنا أصعب نوع من الإعاقات حق أنها تكون لها مستقبل مهني وكان هذا المشروع يعني من المشاريع اللي احنا ويد حبينا أن نشتغل فيه لأنه أول مشروع فيه من ضمن العقود الاجتماعية هذه آلية عمل فيه إلها جهات تتابعها وفيها ريسيرتش كبير فيها بحث كبير فهذا الفئة بالتحديد احنا كنا أول مؤسسة في العالم تعنى بأصحاب الهمم تفعيل اقتصادي لأصحاب الهمم اللي عندهم الإعاقات الذهنية يت مثلاً شركة مثل شركة الدار واعتبرناهم المستثمر الاجتماعي حطوا المبلغ المبلغ كان مليونين على البايلوت كان عدد البايلوت 26 طالب أو مستفيد حطوا المبلغ حطوا المليونين يبنى مؤسسة زايد العليا لأنهم اللي يعنون بأصحاب الهمم يت الدار أكاديمي للتعليم اشتغلت على الموضوع المناهج والتطوير المناهج وكذلك دعمنا بالمدرسين أو المدربين فإذا تلاحظين في عدد من الجهات ومعن معهم هذا العقد أحياناً عالمياً الأفرج تايم أنه يتطور هذا العقد لأنه يدفع مقابل النتائج يعني متى ما حققت النتائج يندفع للمستثمر أو تعاد أموال المستثمر الاجتماعي طبعاً هذا النوع من العمل فيه تخوف من اللي قاعدين يحطون الفلوس أنا بترجعلي للفلوس هذا المبلغ بيرجعلي أو لا؟ المؤدي الخدمة يعني بعد يفكر أن اليوم أنا بستلم على النتائج ما رح أستلم على مراحل المشروع عرفتي فطبيعة العقد هي عقد اجتماعي يعني الهدف منه اختبار هذه الآلية ومدى نجاحها وبعدين التوسع هل في برامج جديدة ممكن تعمل عليها لها في الوقت الحال ويتم إطلاقها قريباً؟ اليوم نحن عندنا كتالوج من المشاريع ما يقارب بالتسعين مشروع عدد منها موجود على المنصة يعني اليوم نحن المشاريع اللي هي قريبة من أفراد المجتمع نحطها على المنصة وفي مشاريع لها طابع خاص هذه اللي نحن نوديها حق الشركات عساس أن هذه الشركات عندها رقبة في المشاركة في هذه المشاريع فعدد المشاريع كبير اليوم بالتواصل معنا بشكل مستمر رح تعرفون ما شاء الله أن في عنا عقود قاعدة تنشأ خلال هذا العام وهذا العقود يعني مركزة على فئات محددة في المجتمع ونحن دائما أساسا من مسؤولياتنا الرئيسية مش فقط تجميع الأموال ولكن كذلك صرف الأموال في الأوجه اللي لازم تنصر فيها هل إحنا لدينا خطة عمل لعدد محدد من السنوات بنسير وبقها ومن طبيعة خطة العمل هذه ندى يحكمها طبيعة المشروع يعني في مشاريع آنية يعني في مشاريع خلال السنة تنتهي وفي مشاريع الخطة مرتها تستمر على مدى ثلاثة سنوات وفي مشاريع على مدى سنتين فبالتالي اليوم طبيعة المشروع تحدد الفترة الزمنية وهذه من الأشياء التي نوضحها حق المساهم لأن اليوم هناك مساهمين يبغون مشاريع تنجز خلال مثلا عام 2024 وفي ناس يقولتش لا أو شركات تقولتش لا أنا هذا المبلغ بحطة أو هذا المشروع حتى لو بيأخذ سنتين أنا ما عندي مشكلة ولكن هدفي أني أوصل للفئة اللي أنا مهتم فيها بالتحديد فبالتالي طبيعة أو المدد الزمنية تعتمد على طبيعة المشاريع هدف الاستدامة واستدامة التمويل واستدامة المساهمات وكل هذه الأمور هل نحن حققنا بالفعل؟ آليات الاختيار للمشاريع لابد أن توجد فيها الاستدامة ده ممكن يخلينا نسأل على مشاريع النشأة أو ريادة الأعمال نعم هي جزء أيضا من الأهداف اللي نحن بنركز عليها مصبوط أكيد نعم من القطاعات الرئيسية اللي نحن نركزين عليها كذلك في تحفيزها وفي تطويرها اللي هو المؤسسات الاجتماعية اللي هي تندرج تحت القطاع الثالث في القطاع الثالث في عدد من الأنواع القانونية للمؤسسات وأحدى هذه المؤسسات هي المؤسسات الاجتماعية اليوم هيئة المساهمات المجتمعية في عام 2022 آخر تغير من شهر داعش أعلننا موضوع التصنيف التصنيف هذا ختم تاخذ المؤسسات إذا كان عندها هدف اجتماعي الموضوع المالهم تجاري ولكن عندهم هدف اجتماعي و30% من العائد من هذه المؤسسات يعني يعاد تدويره لخدمة الهدف اللي أنشئت من أجله المؤسسة الاجتماعية هنا بعد هذا قاعد يخلي فيه تمويل مستدام لتحقيق أو لدعم فئة معينة من أفراد المجتمع أو حتى المواضيع التي تهم المجتمع كالقالك بالنسبة لك شكراً جزيلاً سيدة سلم العفو أهلاً وسهلاً فيك والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر